أتمنى أصدقى عمر أساوي إليك ليس لهذه الطفلة ذنب إلا أنها ولدت في مدينة الفلوجة التي شهدت العديد من المعارك منذ احتلال العراق عام 2003 ولغاية الآن الطفلة فاطمة شهاب البالغة من العمر سبع سنوات ولدت مشوهة اليدين والقدمين بسبب استخدام الجيش الأمريكي الفسفور في العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الفلوجة بحسب والدة الطفلة من جتي فاطمة اكتشفنا بالولادة أثناء الولادة أدها عوق بالأطراف اليدين والرجلين اكتشفوا الدكاترة عرضنا لهاي ضربة الفسفور ضربتها الأمريكان وعلى الغم من الإعاقة التي تعاني منها فاطمة إلا أن ذلك لم يمنعها من الالتحاق بالمدرسة وبتفوق كبير بحسب ما أكدت معلماتها من نسبة لمستواها والله من الطالبات الجيدات جدا يعني من ناحية الخطمالها رغم أنه عوقها يعني من تكتب على الصبورة من دفاتر موجودة تدير يشوفوها دفاترها كل جيدة وحلوة ومرتبة من الطالبات اللي شاطرات يعني من الأوائل الموجودات إلا بالمدرسة الأسلحة الكيموية التي تعرضت لها مدينة الفلوجة كانت سبباً كافياً لانتشار العديد من الأمراض وزيادة حالات السرطان والعيوب الخلقية فضلاً عن الكثير من حالات الوفيات للمواليد والرضع الدكتورة سمير العاني طبيبة أطفال ترأس المجلس المحلي لدراسة العيوب الخلقية والذي تشكل بعد معارك الفلوجة أكدت أن المختبرات الألمانية المعتمدة عثرت بعد تحليلها للعديد من العينات على اليورانيوم والزئبق والملوثات الأخرى أنا عندي دراسة أخذت عدد معين نموذج سامبل هذا السامبل اللي أخذت سوينه تحاليل بمختبرات ألمانية معترف بيها ومحايدة ما لا علاقة بجهة السياسية هذه المختبرات أثبتت وجود يورانيوم وزئبق وملوثات أخرى معاناة الطفل فاطمة لم تكن إلا واحدة من ألاف الحالات في مدينة الفلوجة التي شهدت أعنف المعارك على مدى السنوات الماضية بدءا من الجيش الأمريكي وأسلحته الكيموية ومرورا بالعمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية وميليشياتها وصولا إلى الدمار الذي تقبع به الآن وسط تجاهل ملفت من قبل الحكومة ومؤسساتها